إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته يقول الله سبحانه وتعالى حاكيا عن بعض بني إسرائيل وَإِذْ نَتَقْنَ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةِ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوا ما معنى نتقنا نتقنا الجواب أن نتقنا بمعنى رفعنا الجبل الله سبحانه وتعالى عندما أمر بني إسرائيل ولم يستجيبوا للأوامر رفع جبلا عظيما فوق رؤوسهم وهددهم به فلما أصبح الجبل فوقهم كأنه ظل خافوا خوفا شديدا وتابوا إلى الله بعدما رأوا العذاب فالله يقول هنا وإذ نتقنا الجبل الجبل ثابت وراسي وراسخ في مكانه فالله سبحانه وتعالى نتقه فالنتق إذن هو الزعزعة والتحريك لشيء ثابت واستخراج هذا الشيء الثابت فإذن الله يقول لنا رفعنا هذا الجبل لكن هذا الجبل كان راسخا في الأرض فنتقناه بمعنى يعني حركناه ورفعناه بقوة شديدة وهذا يقال أيضا لكل شيء ثابت في الأرض فأنت عندما تخرج هذا الشيء الثابت القوي تحتاج إلى قوة في إخراجه فيقال نتقه نتقا نتق الحبل الشديد نتق المسمار من الأرض بقوة فالله يقول وإذ رفعنا الجبل وحركناه تحريكا شديدا لكان ثابت في الأرض وجعلناه فوق بني إسرائيل كأنه ظل يعني كأنه سحابة تظلهم من الشمس فلما وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم يعني تيقنوا أنه سيسقط عليهم عند ذلك تابوا إلى الله سبحانه وتعالى ورجعوا إلى ربهم يعني تاب عليهم لكنها توبة تحت التهديد والله سبحانه وتعالى يحكي لنا هذه القصة حتى نتجنبها فنحن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى رغبة ومحبة إليه سبحانه وتعالى وفيه وليس كبني إسرائيل الذين لم يتوبوا إلا لما رأوا العذاب يكاد يسقط عليهم الجبل لذلك هنا ظنوا وظنوا أنه واقع بهم الظن يأتي في القرآن الكريم بمعنى اليقين كما في هذه الآية ويأتي بمعنى الشك كما في قوله إن الظن لا يغني من الحق شيئا والله أعلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر